موسيقى الشيخ محمد شقرة في المراجعة السابقة كنا نتكلم عن الشيخ ناصر الدين الألباني يعني بيتهيأ لي أن الشيخ ناصر الدين الألباني وجد فيكم ووجد في الأردن بعدما اضطر إلى مغادرة سوريا البيئة الأنسب لنصرة المنهج السلفي إذا جاز التعبير فأنتم كنتم قد بدأتم هذا الحراك أو هذا النشاط وجاء هنا ووجد المجال مفتوحا وهذا استقطب تلاميذ وأتباع له ولكم لأنه يقال بأنه في فترة لاحقة بالرغم من العلاقة الحميمة التي كانت بينكما كأنه حصل خلاف أو توتر أو غير صحيح هذا الكلام بيني وبين الشيخ أنا يعني ربما يضحض هذه التهمة التي قيلت أو حيكت في سكون مكر يضحضها أني بقيت إلى جانب الشيخ طول المدة التي قضاها في الأردن وإلى أن قضى نحبه وخرج من الدنيا وكان الذي صلى عليه هو أنا أنا صليت عليه صلاة الجنازة وكان قد حضر هذه الجنازة يعني عدد كبير من الناس الذين كانوا هما في الأردن من محبيه أو جاءوا من خارج الأردن وصلينا عليه بليل لأنه ما كان يحب أن يبقى ولو ساعة واحدة بعد موته بعيدا عن قبره هو توفي مساء توفي عصرا وذهبت إليه أنا وولدي عاصم بسيارته وأخرجناه من المستشفى مستشفى التخصص وحملناه في سيارته وذهبنا به إلى بيته فما أدري يعني ماذا يراد من هذه التهمة التي يقال فيها من بعد موته أن الشيخ رحمه الله كان هناك في شبه يعني غصة في نفسه مني أنا لا أدري لماذا قيل هذا يعني لا أساس لهذا الزعم أنا أعرف أن الشيخ رحمه الله بقي يأتي للصلاة في مسجدي الذي أم فيه الناس إلى آخر أيام حياته اللهم إلا تلك الأيام التي خضاها في حمى مرضه فلم يكن يستطيع أن يأتي إلى أن يأتي المسجد إذا كان هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة ممكن أن يذهبوا إلى قبره ويسألوه هل كان بينك وبين أبي مالك خصومة أو عداوة أو فتور في العلاقة ما أضم ذلك يعني هذه أنا على كل حال ماذا يهمني الشيخ رحمه الله خرج من الدنيا وهو لا أقول راضي عني يعني هذه مسألة هذه تقال للوالدين والدي أو والدتي راضي راضي يعني عني لكن أقول بيني وبين الشيخ صحبة وثيقة ظلت ثنوات طويلة أيام أن كان موجودا في الأردن وإلى أن قرج من هذه الدنيا بلا صاحب يصحبه إلى قبره اللهم إلا ما كان منا حين ذهبنا معه فودعناه عند القبر رحمه الله كان في فترة من فترة ألجأ إلى الخروج من الأردن ثم عاد تارة أخرى والشيخ والأسف الشديد هذا مكر يحاك بليل ضد كل إنسان يحمل راية الإصلاح في هذه الأمة وأنا يعني كتبت مقالة عن الشيخ رحمه الله يام أن كنت في في الاتحاد السوفيتي وعندما وقفت على قبر البقاري بكيت بكاء شديدا ولما عدت وكتبت وكانت في تلك الفترة كأن الشيخ يتعرض بهذه الأجمة العنيفة من بعض أولئك الذين لا يتقون الله من هم هذول الذين كانوا يحجمون والله من أسف الشديد بمن ينتسبون إلى العلم وإلى الدعوة في أهلم معان تعاضضوا جميعا على إخراج الشيخ وأخرجوه بليل من داخل نفس المنظومة السلفية ولا من خارجها لا من خارجها من خارجها نعم وأنا طبعا ما علمته بإخراجه من يعني كيف كان عندهم وساطة لدى الدولة وأقنعوا الدولة تخرجوا نعم هذا الذي حدث فعلا وكانت دعواهم أن الشيخ يؤجج في نفوس الناس العداوة للمذاهب الإسلامية يعني يقصدهم بذلك المذاهب الإسلامية الأربعة نعم نعم وطبعا كانت التهمة مقرونة أيضا بتهمة تعود علي أيضا بالإضرار وبالإصرار وقالوا بأن هناك يعني وهذا طبعا يعني تكرر هذه التهمة عني وعن الشيخ حتى يعني أوصل الأمر إلى سدة الحكم وقالوا بأن هؤلاء وبلا تقوى ولا أذب من الله ولا حياء من الناس قالوا بأن هناك هؤلاء يدبرون انقلابا على الدولة أوف والله هذا الذي قيل يعني أو حدث فعلا وطبعا كانت الحمد لله رب العالمين دفعت هذه التهمة وإلا كان يعني أمري وأمر الشيخ لا يعلم مستقبله في عموضه إلا الله عز وجل متى كان هذا تقريبا في مطلع التسعينيات نعم نعم يعني بالضبط يعني أنا نسيت يعني الوقت وطبعا ربما كان هذا تقصيرا مني يعني لم أدون تاريخ هذه الأحداث التي مرأت وكيف حصل فيما بعد كيف أعيد إلى الأردن أعيد إلى الأردن أنا كان صلتي بالملك حسين جزاه الله خيرا كانت صلتي به طيبة في علاقة شخصية بينكما يعني لا أقول علاقة شخصية بمعنى أنها العلاقة الشخصية التي تنبت القول في في رد هذا القول خطأا وفي قوله صوابا وإنما كان الرجل يعني يكنني في قلبه احتراما وحتى أنه كان إذا أراد أن يعتمر قال هاتو فلان ليعتمر معنا فتخرج معه نعم خرجت معه يعني في العمر نعم في عدة عمرات المهم فطلقت أنا مقابلة الملك لما أخرج الشيخ ناصر طلبت مقابلة الملك وكان لا أنسى الفضل في ذلك للأستاذ أبي ناصر اللوذي وكان في ذلك كان رئيس ديوان الملكي يعني هو الذي رتب اللقاء هو الذي رتب اللقاء جزاه الله خيرا ولا أنسى له ذلك الفضل في هذه المثلة بالذات لأنه دفع عني وعن الشيخ ناصر يعني وعن من يلوذ بالشيخ ناصر أو ممن يقال بأنهم من تلاميذي أو كواني أو إلى أحده فكان ذلك سببا أو كان هو الأستاذ أبو ناصر أحمد الرزي جزاه الله خيرا السبب في ذلك فذهبت وقابلت الملك وقابلت الملك وكان عنده عدد من رجال الديوان الملكي وعدد الوزراء أيضا كذلك بل رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء إبنى ذلك الأستاذ مضرب دران فجلست إلى الملكي هذه بداية العملية السياسية الديمقراطية في بداية التسعينيات لأنه كان أول رئيس الوزراء بعد ما صارت الانتخابات أو ثاني ربما ثاني لا هو الأول وتحمل شدة داررة حقيقة لا يمكن وامتص كل ما حوله من المؤامرات المؤامرة السياسية التي كانت تقتصر على المجلس النيابة والمجلس النيابي وعلى العمل السياسي الذي كان يدور داخل المجلس المجلس النيابي غريب أن يحدث إبعاد الشيخ عن الأردن في تلك الفترة التي عرف الأردن فيها بانفتاح غير مسبوق يعني أنا أذكر من تسعة وتمانين إلى تقريبا عام تلاتة وتسعين كانت الأردن تشهد انفتاح سياسي وحرية والناس بتتحرك وبتتكلم وأرجو الله أن تبقى كذلك حتى يقال بأن الأردن ليس ذلك البلد المولق وليس ذلك البلد الذي يكتم أنفاس الناس طيب خطبت الملك عبي شأن الشيخ ناصر فماذا حدث فأنا لما جلست إلى الملك وتكلمت معه والملك يبدو ما أدري هل كان يعني أستاذ أحمد اللوذي أخبره بسبب ما جي أم أراد أن يجعلها مفاجئة بالأغلب يكونوا شرحوا له عادة البروتوكول لا هو حتى لما جئته فسألي ماذا تريد يا سيدي وكان رجل دائما في غاية الأدب مع الناس وكان دائما كلمت يا سيدي تسبك وطابه لأي فر نكلمه هكذا قلت له أنا جئت لست ما جئت لعاجة لي فأنا والحمد لله رب العالمين مكفي في هذا البلد بوجود الحسين بن طغال جزاه الله خيرا ولكن جئت من أجل واحد عالم من علماء الأمة اسمه ناصر الدين الألباني فسأل ماذا حير من شاء الله فقلت له لقد أخرج من غير حق فكان ذلك مما ربما يسيء إلى الأردن لإخراجه لماذا أخرج وكان الأولى أن يبقى في هذا البلد حتى يقضي حتفه في هذا البلد ليقال يوما في تاريخ الأمة لقد عاش في هذا البلد عالم اسمه ناصر الدين الألباني وهو محدث وهذا لا شك لأنه فخر للأردن أن يقال بأن محدث مثل ناصر الدين الألباني عاش في الأردن ومات في الأردن فيكتب التاريخ ويسجل هذا الأمر حتى يبقى الأمر أن يحظى الأردن بشيء من هذا ولا شك أن هذا فضل كبير وقلت قلت له لقد فهم الشيخ ناصر فهم القطع ما قلت لم أحاولت أن أدهل أقول لقد ظلم ظلما شديدا وقضي أمره بليل وصيقة إلى هذا الأمر وهو مظلوم ما أحببت أن أدخل في هذا لكن قلت لقد فهم الشيخ ناصر فهم القطع وأرجو من جلالة المليك أن يعيد إليه حقه الذي ذهب أو انفلت منه من غير قصد ربما أو من سوء فهم فالمهم التفت الملك لرئيس الوزراء وقال له يا أبو عماد الشيخ يعود يا سلام كلمة واحدة الله ما قال غيرها الشيخ يعود وفعلا في اليوم الثاني كانت كنا نحن في في وحد العطر تفريبا في اليوم الثاني فتحت أبواب الأردن لتستقبل الشيخ ناصر من أي باب يريد أن يدخل أين كان الشيخ أينها كان في الكويت أو في الإمارات يعني ذهب استضافه نفر من حوانة وجلس خرابة شهر بعد أن قضى في بيروت وذهب إلى بيروت ونزل ضيفا على الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي وهو طبع كثيرا من كتبه هو الأستاذ زهير إذا ذكر ذكر ناصر الدين وناصر الدين إذا ذكر ذكر ذهير الشاويش والوقيع التي وقمعت بينهما كما تعلم هذه الوقيع دبرت أيضا بليل من فئة لا تعرف الله ولا تتقيه ولا تقاف اليوم الآخر ولا ترتجيه فكانت هذه الفئة أرادت أن توقع وفعلا نجحت في وقيعتها بين ناصر الدين الباني وبين ذهير الشاويش وقطعت العلاقة المودة التي ظلت قرابة عشرين أو عشرين سنة بينهما وما كان أقرب الناس لبعضهم البعض نعم معروف هذا معروف أنا قلت لك كلمة موجدة كان إذا ذكر ناصر الدين الألباني ذكر ذهير الشاويش وإذا ذكر ذهير الشاويش ذكر ناصر الدين الألباني ولكل واحد منهما فضل على آخر لكن لا يجوز بأي حال من أحوال أن ينسى الفضل لزهير الشاوي في أنه احتضن الشيخ لاصر الدين الألباني في أموره المادية الحياتية وكان نصيره في كل ساعة من ساعة حياته وإلى أنقضه المؤمنة هذه مسألة حقيقة تحتاج أيضا إلى التبيين وتوضيع ويكفي منها هذا الجزء لكن أقول فلما رجع الشيخ ثاني يوم يعني أمر الجهة المقصطة من الديوان الملكي أن يعود الشيخ ناصر كما يريد وفعلا بعد ثلاث أيام أظن عادي الشيخ ناصر وشيخ ناصر رحمة الله عليه كان يعني يريد العودة إلى الأردن لأنه كان يقشى أن يعود إلى سوريا الأمور المعروفة وكان يحب أن يبقى في الأردن رغم أنه يعني كان يمكن أن يعود إلى سوريا لكن اختار الأردن لأنه أخرى ولد إلى سوريا ثم بعد ذلك هي جزء من بلاد الشام وبلاد الشام هي قرة عينه في مقامه وما كان يحب أن يختلف في إقامته إلى بلد آخر رغم وهذه أن يعرفها جيدا أن رسولا من سعودية جاء وعرض على الشيخ أن يقيم فيه سعودية هي نعم يعني رسول من جهة رسمية هي جهة رسمية نعم لكن الشيخ يتذر وهذا من وفائي قال أنا أولا أنا مستريح في الأردن وهي أقرب بلدي إلى سوريا وهي جدون بلاد الشام وحتى أكون قريبة من أهلي فرفض الشيخ أن يذهب إلى السعودية وأن يقيم فيها وقد كما قلت عرض عليه مقام فالشاهد في الموضوع أن الأمر بالمثلة للشيخ ناصر يعني لما رجع وكان أن استعالموا أني أنا يعني السبب أو الواسطة أو صاحب الشفاعة في عودة الشيخ ناصر إلى الأردن وكان الشيخ عبد العزيز بن باد رحمه الله وأيضا كاتب رسالة خاصة للملك حسين يطلب فيها أن يعود الشيخ ناصر إلى أردن لأنه عرف أنه يريد العودة ويحب أن يعني لكن كان أمر قد قضية والحمد لله على يدي وكان هذا من حقيقة الأسباب التي يعني لا زالت ولا زال الناس يتحدثون عنها ويقولون الفضل في هذا يرجع لله أولا ثم لأبي مالح العلاقة اللي أو خلينا نسميها العلاقة اللي كانت بينك وبين المسؤولين في البلد أو كونك يعني تبتمون بهذا الشكل ما كانت تسبب لك إحراج أو مصدر نقد من جهات تعتبر أن القرب من السلطان ومن الملوك يعني فيه شبهة أو مفسدة والله ربما يكون هذا يعني ممكن أن يتحقق هذا لو كان الأمر ظاهرا عليه في تراء أو في وظيفة كبيرة أو في رجبة وزارية أو في قصر أختنيه أو في بيت فاخر أعيش فيه وأنت ربما رأيت البيت الذي أعيش فيه والحمد لله هو بيت متواضع ملحق في المسجد نعم ولربما أيضا وأحمد الله تعالى أن الراتب الذي أتقاضه الآن هو راتب التقاعد من وظيفتي التي خرجت منها والحمد لله بشرف وأمان وكانت آخر وظيفة فاستلمتها هي مدير عام صندوق الذكاء من فضل الله تعالى ومن كان عنده شيء يثبت أني أخذت مال من الدولة أو أعطيت هبة يعني من الدولة أو كان لي قصر أو ثراء من أرض أو نعم ذلك فليظهر للناس وليقول هذا مقتنيات هذه مقتنيات محمد شهرة أنا أحمد الله تعالى وحتى الآن ما أعيش إلا من راتبي الذي أتخاذه من الدولة وهو حق لي وهذا الراتب أتقاضاه لأني صعت في الوظيفة إلى مرتبة مدير عام في الدولة وأتخاذ متى تقعدت من هذه الوظيفة في سنة ستة وتسعين نعم وانتهينا والحمد لله بلا سلب ولا نهب ولا ملء لجيب ولا حوش لمال والحمد لله رب العالمين وهذا مما يسعدني أنا لأتحدث عن نفسي بفخر أولا ولكي يكون الناس يطمئنون إلى الأمانة التي وستتها أو ركنت إلي وأنا مدير عام لصندوق الذكاء صندوق الذكاء يعني كان فيه المبالغ الطائلة هذا تابع لوزارة الأوقاف صندوق الذكاء نعم صندوق الذكاء وهو من صناء يعني صندوق مهم جدا وحتى أنا طلبت من الملك حسين طلبت منه أن يجعل الذكاء تفريضة واجبة تلزم الأهمية أن يعود بهذه الذكاء إلى صندوق الذكاء ولكن يعني الأمر قضي بغير ما كنت أرغب فيه أو أحبه وانتهي الموضوع ولعل الأيام تثبت أن الزكاة إذا فرضت كما يحبها الله عز وجل وريدها على وفاق ما هو موجود في بعض دول العالم يعلمون أن الزكاة التي حملها عمال عمر بن عبد العزيز إلى أفريقيا ليؤدوها للفقراء وقالوا له يا هذا عد إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقل له لقد أغنى الله الناس عن مال عن مال الزكاة بما قضى الله فيها من حق يعود على الفقراء والمساكن وقد أغنى الله عز وجل وهذه النسبة لا شك أنها تعطي ثمنا عظيما لمفهوم الأحكام الشرعية والفرائض الدينية التي تعيش فيها الأمة ولكن الأمة لا تريد الإسلام ولذلك يبقى الإسلام محبوسا في خفط الأحوال الشخصية والميرات ونحو ذلك والناس تتقون الإسلام لسبب واحد وهو الخوف من أن يكون الإسلام هو الذي يسود الأرض ويسود العالم ولكن تعس الناس الذين يخافون الإسلام الإسلام لا يقيف الإسلام يفرح الإسلام يشر العدل والحق في الدنيا ويسعد البشر جميعا وكما سعد الناس بالإسلام خديما لن تكون سعادتهم يوما ما إلا بالإسلام اليوم سمح لي ناخذ استراحة قصيرة ثم نستمر الحديث إن شاء الله شيخ أبو مالك قبل أن نعود إلى الشيخ ناصد الدين الألباني أود أن أسألك عن موضوع آخر أثيرة حول علاقة كانت لك برئيس العراقي السابق صدام حسين حتى إن بعضا من تكلم في هذا الموضوع بشكل سلبي دعا بأنك أخذت هبات أو أموال أو كانت لك حظوة ما طبيعة هذه العلاقة التي كانت بينك وبين صدام حسين لم تكن وأنا أريد أن أقول وهذه مسألة يعني بادت وانتهت وما أحب أن أذكرها بعد أن انتهى الأمر لما انتهى إليه وهذه النهاية التي حطت في الأمة جميعا أنا علاقتي بصدام حسين لا تنكر هذا أمر واضح لكن والذي رفع السماء وبسط الأرض ما كانت علاقتي تعدو أن تكون علاقة شفاعة وإذا عدت إلى من شفعته لدى صدام حسين أن يخرجوا من سجون العراق للاسباب يعني كانت تقضي أو هكذا يعني كان الخضاء حكم عليهم بالسجن وكان بعضهم قد حكموا للإعدام فكانت شفاعة عند صدام حسين لهؤلاء أن تلقذ الراحة من السجون التي عاشوا هؤلاء كانوا أردنيين أردنيين نعم وهذا أمر يعني من استطاع أن ينفع أخا هذا حديث صحيح من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه به وإذا كنت أنا أحجب شفاعتي أو نفعي عن إنسان مسلم بل وقد شفعت لواحد في السجن كان اسمه نافي حدد من نصارى الأردن شفعت له وأخرج أيضا ما فرقت بين واحد نصراني وواحد مسلم بل كانت شفاعة لهم جميعا وقلت لصدام في شفاعة قلت إذا كان الذنب يقع على هؤلاء الذين اجتنوا ما اجتنوا من الأخطاء التي سببت سجنهم أو عقوبتهم فما ذنب زوجاتهم وأولادهم هل ترضى يا صدام أن يبقى هؤلاء في السجون ثم تتعرض زوجاتهم للفحشاء والمنكر وتتعرض أبناؤهم للفقل والجوع والمرض هذا ليس من مرؤة الإنسان الذي يقدر على فعل شيء وكان يسمع منك نعم وأنا طبعا والله ما عندي من شفاعة إلا أن أشفع للناس بكلمات أخلص فيها أنية لله عز وجل وأدعو الله دائما أن يوفقني للشفاعة عند هذا أو ذلك فكما شفعت للشيخ ناطر عند الملك حسين شفعت لهؤلاء عند صدامتين وهذا أمر لا يعيبني والحمد لله أنا قرأت أما أن يقول أني شفعت إذا كنت أشفع لقاء أجل أو مال فأولى أن يكون أخذ العجر والمال من هؤلاء الذين شفعت لهم لكن أنا أريد إقامة الدليل من هؤلاء الذين ظلموا وقد ظلموا فعلا وأسأل الله أن يكون لقاءا بيني وبينهم بين يدي رب العزة عز وجل ليكون مني من الله قصاص لهم وعقوبة تنزل عليهم ولا أسامحهم في شيء من ذلك وهذا حق لي أسأل الله أن يحققه لي يوم القيامة يوم يخوم الأشهاد وعندئذ يعرف الناس الذين ظلموا ومن ظلم من هؤلاء الذين وقعوا الظلم عليهم مني عليهم أو منهم علي أنا فلذلك أنا أريد واحد من هؤلاء وأنا لو سميت لك من قال وتحدث وتحدث لا طال الحديث وكشف الغطاء والنقاب عن بعض هؤلاء الذين أسأل الله عز وجل أنا لا أقول لا أسامحهم ولا أعفو عنهم قلد إذا أراد الله شيئا آخر يكفيني عنهم أو منهم أن ينيلني ثوابا أكون فيه في أعلى درجات الجنة في الفردوث الأعلى وأنا أنظر إليهم أسفل مني إما هم على شفاء لا أحب والله لا أتمنى لمسلم أن يقع في عذاب جهنم ولكن الله تبارك وتعالى قال وإن منكم من لا وردها فلعل ورود هؤلاء ليوم واحد من العذاب يعرفهم الظلم الذي أوقعه عليه وأنا أقسم بالله العظيم ما أعرف أن دينارا واحدا كان في جيبي من واحد من هؤلاء الحكام الذين كانت شفاعتي في دنيا البشر هي أو القدر على شفاعتي هي السبب في أن أكون شافعاً لهؤلاء وأنا أعلم بأني والحمد لله وقد كنت أشفع ما كانت الشفاعة وإلا من أجل أني لم أمل بوجهي ولم أمل بنفسي أو بقلبي لأنال شيئاً من المال الذي كان يعطوه هؤلاء وإلا صدام حسين ملأ البيوت ملأ بيوت الناس السيارات كانت تهدى والمال يهدى والعطايا تنال وهذه طبيعة الملوك ورؤساء وأنت لم تهدى منه شيء لا والله هذه الشفاعات متى كانت في الثمانينيات؟ أيام الحرب العراقية الإيرانية؟ وبعد هذا العلاقة أو هذا التقارب ما كان له علاقة بالموقف من إيران أو الحرب العراقية الإيرانية؟ فقط الشفاعة ما الذي كان يجعل صدام يتجاوب معك؟ هل هذه كانت طبيعته؟ والله أنا سبحان الله ربما إدراكه أو معرفته أن الرجل لا مطبع ماديا له في هذه الشفاعات؟ أنا قرأت في المقدمة التي كتبت لهذا الكتاب وكتبها أستاذ عراقي وزير الأوقاف وزير الأوقاف الأستاذ عبد الله فاضل هو يذكر هنا يقول عنك وقد رافق أبو مالك المؤتمر الإسلامي الشعبي في اجتماعاته يعني هذا المؤتمر الإسلامي الشعبي الذي كان يعقد في بغداد يبدو نعم وأسهم في معظم المقررات والفتاوى التي توالت بأحكامها على الإثم والعدوان الذي يشنه المجوس على أمة القرآن بإشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية أظن هذا ثم أسهم في قيام جامعة صدام للعلوم الإسلامية التي تفضل السيد الرئيس صدام حسين حفظ الله فأمر بإقامتها ومعاونتها ومؤازرتها ماديا ومعنويا استجابة لطلب تقدم به علماء الأمة الأعلام كان هو أحدهم ما قصة هذه الجامعة؟ هذه الجامعة أيضا من عطايا الشفاعات لم يكن هنا الجامعة إتقامية في الوذنة بالله كلية الشريعة المعروفة التابعة لجامعة الوذنة ولكن كان في اجتماع المنتظر الشعبي فأنا قررت في نفسي أن أقول شيئا أو أطلب شيئا من صدام حين يتم اللقاء ولما دخلنا وجاء دوري في الكلام تكلمت معه وبالملاتبة أقول ما من مرة تكلمت فيها مع هذا الرجل إلا وذكرته باسمه مجردا أقول له يا أبا عدي بكنياته بكنياته وقلت له أن الأمة بحاجة إلى جامعة إسلامية يعني تقوم باحتضان الإسلام الصحيح الذي يعود على الأمة بالخير والبركة والفضل وتكلمت حول هذا الموضوع وما يجب أن تكون عليه وكان وطبعا كان البث مباشر على التلفزيون فقال هل لأحد من الإخوان حضور هل لأحد منكم يعني مطلب آخر يزيد على مطلب فلان فقال جميع لا فقال أنا أعلن باسمي وباسم الشعب العراقي أني استجبت لهذا المطلب مباشرة مباشرة وقررت إن شاء الجامعة وأنا الحقيقة أعجب حتى الآن أعجب لكثرة ترداد أن يكون محمد شطرة بهذه العلاقة التي لم تكن علاقة سياسية ولم يكن لها أيضا علاقة بالحرب العراقية الإيرانية التي وقعت وطال أمدها وكانت سببا في البلاية التي بدأت في حياة الأمة ولزالت حتى الآن آثارها تنضح الدماء وتضيع الأموال وتيتم العيال وترمل النساء وتجيد في مطاعن الفقر التي اجتاحت بلاد المسلمين أنا أعجب حتى الآن أن يبقى مثل هذا الأمر قائما ألم يأني بعد أن يكون هناك عقول تفكر بأن الأمة اجتازت هذه المرحلة وأن الأمة تقع الآن تحت سطوة القوة الباغية على بلاد المسلمين وأن بلاد المسلمين في حاجة إلى أن تنقذ ولو إلى سنة واحدة لتفكر من جديد في أن تكون أمة واحدة والله تبارك وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة والمقصود بالأمة هنا ليس البشر وأن المل والدين وأن هذه أمتكم أمة واحدة فالله عز وجل يركز في هذه الآية على أن أمة الإسلام أمة واحدة فلماذا يعني أمة واحدة بدينها وعقدتها فلماذا تبقى هذه العدوات استخيمة التي تقصع الأجتاد وتقتل الأرواح وتزهق الأنفذ وتذهب الأموال هكذا هدرا بدلا من أن تعود على حياة الأمة بالسعادة أن تعمق الشقاوة فيها وأن تتيد في التقتيل والفقر والحرمان لهذه الأمة والأمة عندها من خبايا الأرض ما عندها ما ليس عند الأمم قاطبة أو كافة لماذا فأنا لو كان لي أن أقول لهؤلاء المسلمين جميعا ولا أقصد فئة قاصة من المسلمين لا أقصد الحكام ولا أقصد علماء ولا عامة الأمة وإنما أنا أريد من الأمة كلها أن تلتقي على عقيدة واحدة ودين واحد وطريقة واحدة ومنهج واحد وأنا أعلم بأن هناك في الأمة من يجيد تشقيق القلوب وتحطيم الأنفذ وزيادة رفع الخلافات كل هذا موجود لكن ألا يوجد عقلاء يقولون للأمة كلها وعلى رأسهم الحكام والعلماء أن يعودوا إلى العهد الأول إلى عهد محمد الذي على العهد الذي ندعي كلنا أننا على متجه وعلى ثقي هناك من يرى بأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالحكام لكن أنا أريد أن ناقش هذا الموضوع معك بتفصيلا أكثر لكن نتركه لمراجعة قادمة إن شاء الله إن شاء الله إذا سمحت لي أريد أن أرجع إلى حديثنا السابق عن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إذا كنت تذكر في مراجعة سابقة عندما كنا نتكلم عن قضية أنه كان محدثا وهناك من يقول بأنه لم يكن فقيها ضربت لك مثالا بفتواه فيما يتعلق بالذهب بحرمة الذهب على النساء أيضا في مرة من المرات نسبت إليه فتوى تتعلق بهجرة أهل فلسطين وأنا بلغني أنك من الوحيدين أو يمكن ربما كنت الوحيد الذي دافعت عنه مش الوحيدين أنا الوحيد كنت الوحيد كنت الوحيد الذي دافعت عنه كيف نفسر هذه الفتوى يعني الناس يريدون أن يتشبث أهل فلسطين بفلسطين وأن لا يهاجروا وأن لا يتركوها كيف فهمتها أنت وكيف دافعت عنه دافعت عنه لسببين اثنين أما السبب الأول فأني أعلم كما يعلم وريري وكما قيل فيه فيه في ذلك الوقت أن الشيخ ناصر لم يكن محدثا للسياسة ولا للسياسين الشيخ ناصر رحمه الله كان يفهم النص الذي دون ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم في دائرة النص في طريق أو طريقين اثنين الطريق الأولى السند الذي في النص يخرجه من ظلمة الخطأ والشاريات التي تعتليه ثم بعد ذلك يقول فيه ما يفهمه الفقيه الذي يعرف النص الواردة عن النبي عليه الصلاة لكن أليس شرطا أيضا أن يكون عالما بالواقع مستوعبا للواقع وهذا يتطلع بمعرفة الواقع السياسي حتى يسقط الفتوى أنا أقول لك شيئا بسرعة حتى لا أنسى الشيخ ناصر مرة واحد فأله ونجلسه معه يقول يقولون قال له القائل قائل الناس يقولون بأنك الشيخ ناصر لا تعرف الواقع لا تعيش سؤالك هنا فقال أنا أعرف الواقع أنا أعرف الواقع بمثل قوله عليه الصلاة والسلام والله هذا أنا أنقولها كما هي بمثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا تلاقى المسلمان وتصافحا تساقط الظنوبهما كما تتساقط أولاق الفريق أنا دهشت الحقيقة من هذا الجواب يعني جواب ربما يفهمه إنسان بعد أن يصير المسلمون جميعا يعني يعتقدون بأن هذا النص النبوي يعني أن يكون شعارا لكل المسلمين في أرجاء الأرض فهمت هذا أنا يعني هذا الفهم البسيط الثالث جانب لكن يعني أنا ماذت على الاثراب في نفسي وما سألت الشيخ ولا اعترضت على جوابه ولكن كان الأمر فادحا بالنسبة لي أن أرى الشيخ الطعونات تأتيه من كل أرجاء الأرض وتوجه إليه سهام الاتهام أنه يتواطأ مع اليهود في مثل هذه الفتوى التي أعلنها في الناس وقال بأنها بأن على أهل فلسطين أن يستعدوا كما استعد المهاجرون الأول وذلك أن يخرجوا من أرضهم ثم بعد ذلك إذا تمكنوا من القوة التي تمكنوا من العودة عادوا إلى أرضهم مرة وراء طبعا هذه للأسف أقولها هذه فتوى مضحكة جدا والشيخ ماصر لقي ما لقي من البلاء فيها وما رأيت الشيخ في صيلة علاقتي معه ما رأيته ما رأيته يعني يهتم ويزداد هما وغما بمثل هذه الفتوى لماذا لم يتراجع عنها ما المشكلة فيه أن يقول والله أنا أخطأت أو لم أكن مستوعبا لبعض القضايا أنا أقول ليه لأنه وجد الذرع التي يلبسها تدافع عنه وهو أنا إذن تحمل أنت المسؤولية نعم لأني أنا وإن شاء الله سأعطيك هذه الرسالة لتقرأها وتعلم كيف أنا حملت همه من غير أن يحمل همه في أدن لكن كيف أنت بررت فتوى أنا ما بررت فتوى ولا كيف كان دفعه أنا دفعت يعني الشيخ رحمه الله أنا ما بررت فتوى ولا سوقتها له ولا أجزتها له لتحدث بها قلت أخطأ الشيخ أين يعني هو الذي ما كان ينبغي أن يقع فيه الناس أن يشككوا في نوايا الشيخ لأنه يعني يكفي أن يقال أن الشيخ أخطأ في هذه الفتوى ما كان ينبغي أن يفتي في موضوع ربما أشكلت عليه بعض جوانبه لأنه موضوع سياسي ومعقد يعني هو بارك الله فيه الشيخ أخطأ منذ لحظة الأولى في هذه الفتوى هل نريد لنا الشيخ أن يكون نبيا يوحى إليه ما ما نقول وقع الشيخ في قطأ وانتهى الموضوع ماذا كان وطبعا لكن الذين أثاروا حول الشيخ هذه التهم اللعينة التي قال فيها بعضهم هذا يهودي وهذا مجوثي وهذا لا هذا الذين له وهذا بعضهم وصل بإله حد الكفر يعني هذه أمور عجيبة طبعا في هذا البلد بعض المشايخ الذين يباضون الشيخ قالوا فيه كما يقال في المثل ما لم يقل مالك في الكمر وكانت مناسبة فرحوا لها وصفقوا لها وزغلتوا لها وكانوا نساء ورجالا يجوثون خلال الديار وأتكلمون عن الشيخ في المساجد وعلت أصواتهم في كل أرجاء الأرض حول هذه الفترة والشيخ أنا أقول لك بصراحة يعني إلى جانب خطأه يعني هو وقع في الأمر من حيث لا يريد الإخلاع هل سأله أحد سؤال فأجاب نعم كيف جاءت الفتوى جاءت ردا على سؤال ربما نصبه بعضهم له فخا لا هو ما أدري والله ربما لكن أنا حقيقة يعني ما كنت حاضرا في ذلك الوقت وإلا كنت أنا تكلمت في هذا الموضوع وكان رحمه الله إذا أراد أو شعر بأن هذا الأمر يعني يشكله ضيقا أو عنة أو مشكلة مال إلي وسألني ماذا تقول يا أبا مالي وهذا موجود في الأشرطة في الكستات التي ملأت الأرض عندما كان يتكلم وما أقول يعيهنا لا أريد أن أقول يعيه الجواب وإنما يعني كان إذا أراد إسعاثا أو أراد نطرة في أمر ما التفت إلي وسألني يعني أنا هذا يعيدني إلى ما قلته لك في مراجعة سابقة وأنت بدأ لي الانزعاج منك تجاهه بأنه ما المانع أن يقال إن الشيخ ناصر دين ألماني كان عالما في الحديث في تخريج الحديث وفي علم الرجال ولكن لم يكن لديه ما يكفي من بضاعة لكي يفتي في القبائل يعني هل ليس لا أم يغي أن يكون نقيصة هذا في حق الشيخ لا ما هو نقيصة ما هو نقيصة ولكن أيضا من النقيصة أن ينقص العالم نستهى بأن يقول لا أعلم وهو يعلم أو يقول أعلم وهو لا يعلم أو يقول لا أعلم وهو يعلم يعني هذا أمر ما ينبغي أن يتردد العالم كان ينبغي هنا في هذه الحالة أن يقول لا أعلم نعم يعني لو قال لا أعلم على هذا السؤال الخاص بهجرة أهل فلسطين هل كان أفضل هو عفوك ما كان في حاجة أن يقول أعلم أو لا أعلم يقول هذا لا أستطيع الإجابة عليه أو أدعوه لغيري ممن كان هذا كان أكفي لكن الشيخ تورط في هذه المسألة وأنا أذكر كما قلت لك ما رأيته قد اشتد به الضيط وحداه أن يفكر في أمر ما كنت أشعر إلا أنه يعني في حالة من القلق الشديد لأنه يعلم بأن هذه القضية ليست ملكه وليست تملكه الأمة حتى كما ظهر في أيامنا هذه نسأل الله أن يغفر له ويرحمه آمين هو أن ندعو له يعني كما ذكرت أجزاك الله خير وأنت الحمد لله ممن ينصف في كلامه الناس وبقاطة الأموات ونحن إذا أنصفنا الأموات واستطعنا أن نرد إليهم اعتبارهم كما يخال أنصفنا أنفسنا وأنصفنا الواقع الذي نعيش فيه انتهى وقت هذه المراجعة نستأنف في مراجعة قادمة إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر